بسم الله الرحمن الرحيم في قناة سأرسل لكم الرابط بالدردشة هذه القناة عن ضرقة تيمز تدخلين عليها تشتركين كل الحقائب اللي حليناها سابقا وعشان تتدربون عليها بإذن الله الأوقات القادمة استاذة نعم استاذة أنا ما عندي الحقيبة أنا برسلك الحين رابط خلق أريه من تي صاح أيوة ريم في هذا الرابط هذه قناة بالتيمز فريق يعني عرفتي الفريق هذا يحتوي على كل الأشياء اللي تدربنا علينا الحقائب كاملة بس بيطلب منك إيميل نفس الإيميل اللي دخلتي حقك لا سيرة دخلي هنا وبيدخلك مباشرة نفس حق الأكاديمية طيب شكرا صالت الرابط لا بالدردشة موجود شكرا إذا ما قدرتي برسلك أصلي مع المشاك أصلي أستاذة أي تمام هذا رابط القناة إذا ما وصلك أبرسلك أيضا رقمي بالدردشة وتقدر أنت تواصل معي بأي وقت أنا أرسلك هي عادي على الجوان طيب أستاذة أرسلي أحباً أيه تمام وصال سنتدرب اليوم على الحقيبة التدريبية لعام 2018 بالحصص السابقة تكلمنا عن مهارات التفكير طرق الحل حقائب متنوعة اليوم حقيبة كاملة بنشوف كل الأشياء اللي درسناها أو تعرفنا عليها في المحاضرتين السابقتين بنتعرف عليها بهذه الأسئلة وحلينا حلينا قبل أسئلة عام 2020 في المحاضرة الأولى والثانية والثالثة موجودة التسجيل أيضاً بتلاحظون الأفكار كلها متكررة هذا السؤال حليناه بالحقيبة أمس صح؟ إيه معلمة ها يا راما كيف حلينا مثل هلأ السؤال؟ نجوف السهم وش اللي بيوصل للبلونة؟ أيوة هو السؤال شقول؟ يظهر في الشكل ثلاث أسهم طائرة وتسع بلونات ثابتة في الهواء عندما يضرب السهم البلون فإن البلون ينفجر ويبقى السهم طائر في نفس اتجاهه الذي ينطلق فيها كم عدد البلونات التي لاحظوا السؤال لن يضربها يلا نحن قلنا السهم رح يضرب مين؟ الأول الخضراء أيوة والحمرة الخضراء والحمرة إذا ما نبغاه نجي للسهم الثاني رح يضرب الصفراء الصفراء الصغيرة و الزرقاء إيه وممتاز السهم الثالث الصفراء أو الحمراء يلا الآن نعدي اللي ما ضربها السهم واحد واحد واثنين ثلاثة من الإجابة إيه ممتاز يرا هذا السؤال تكرر بطريقة ثانية تذكرون الأواني الأواني اللي كانت مملوء أماء تذكرون هذا السؤال في المحاضرة يمكن الثالثة نفس السؤال شكل يقول تخيل أنك تنظر إلى إليه من الأعلى أفكار دائما تتكرر أي شكل من هالأشكال يمثل هذا الشكل من الأعلى هل الإجابة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة خيّة توقع الآن في مستطيل في يعني متوازن مستطيلات لأنه من تنظرين من أعلى مستطيل وجه واحد المكعب ستنظرين إلى وجه المربع صح؟ هذه الصوانة سننظر إلى الدائرة فقط وجه المواجه المقابل لنا من الأعلى إذن هل الإجابة الأولى؟ لا على طول أستبعدها أساسا الدائرة والاستوانة صايرة في نص تقريبا هذا المستطيل فإذن على طول نستبعدها الإجابة بي لاحظة هنا المربع صاير والدائرة الجهة الثانية إذن هذه أيضا أستبعدها الإجابة الثالثة المربع والدائرة في المنتصف صحيح أي وهذه الإجابة هنا نستبعد هذه لأنهم أساسا مو على استقامة واحدة ونفس الشيء هذه الإي إجابة خاطئة لأن المربع بيكون من هذه الجهة والدائرة تكون من هذه الجهة فهي خطر سهل سهل هي عشان عرفتي في طريقة التفكير بس لو أحد ثاني ما درست الأشياء التي درسناها سابقا تقول شلون أفكر فيها طيب هذا السؤال أمسح لنا بعد كيف نحل أستاذ أنا رسيل أستاذ 14 نقطة عشان الأبيض الداخل الرمادي الفاتح هذا أيوة الرمادي الفاتح نسوي أستاذ 14 قسمة 2 رائع 14 قسمة 2 يكون السهم الواحد ثم عدد نقاطه كم 14 قسمة 2 سوي 7 السبعة إذن هذه سبعة نقاط وهنا سبعة نقاط مجموعها 14 نجي للشكل الثاني 16 اللي داخل أستاذة ما أعرف أنا اللي داخل لكن أعرف الرمادي هذا الفاتح كم نقطة السهم هذا سبعة سبعة وأعرف إن سبعة زائد عدد هذه زي المعادلة عدد مجهول يساوي 16 ما هو هذا العدد الذي حاصل جمعه مع السبعة يكون الناتج 16 أستاذ 9 التسعة ممتاز نجي للشكل الأخير مطلوب إن السهمين ضربوا المنطقة الوسطى يعني أستاذ 9 أيوة 9 برب 2 أيوة 9 برب 2 زائد 9 ثمانية عشر ممتاز يا رسيل شكل السؤال الرابع أيضا أخذنا تذكرون الكلب والقطة سؤال عام 2020 2020 أي معلومة هذه نفسها بالضبط باختلاف كانت الكلب أسرع من القطة بثلاث يعني كلما قطعت القطة متر يكون كلب قطع ثلاث أمتار هنا لا أقل يعني أختلف فقط الأرقام والمسميات يقول حديقة مقسمة إلى مربعات متطابقة طول الظلع المربع واحد متر يعني هذا الظلع يساوي واحد متر يتحرك على محيط الحديقة حلزون سريع وحلزون بطيء مبتدئين من النقطة S ولكن في اتجاهين مختلفين إذن واحد يقطع من هذه الاتجاه والثاني من الاتجاه يتحرك الحلزون البطيء بسرعة واحد متر لكل ساعة ويتحرك الحلزون السريع بسرعة اثنين متر لكل ساعة لاحظة هنا مراسم لك التوضيح الحلزون السريع بيكون من هذه الاتجاه لأنه قطع مربعين يعني مترين لأن المربع الواحد يساوي واحد متر إذن هذا الحلزون السريع وهذا الحلزون البطيء ويتحرك الحلزون السريع بسرعة اثنين متر عند أي نقطة سوف يلتقي الحلزون يعني مثل هالأسئلة ما تحتاج أني أقول أفكر على طول أبدأ أول شيء الحلزون السريع بتوقف هنا صاح؟ يكون الحلزون البطيء وين؟ عند أول مربع صح؟ صح بعدين يقطع الحلزون السريع مربعين ويكون الحلزون البطيء قطع مربع واحد صح؟ صح نضع دائرة على البطيء وعلى X على السريع ثم السريع واحد اثنين مربعين X والبطيء مربع واحد بعدين واحد اثنين توقف هنا وهذا مربع واحد مربعين مربع واحد مربعين مربع واحد يعني متر واحد مترين متر واحد الآن واحد اثنين وواحد إذن وين التقوا؟ عند النقطة؟ ب يعني ها مثل هالأسئلة جدا جدا بسيطة فقط تحسبينها بشكل صحيح وبإذن الله يطلع لك الإجابة واضح لك السؤال هذا سهل جدا بس يحتاج يضع لك الآن عدد طرحت فاطمة عدد مكون من خانتين من عدد مكون من خانتين زي ما هو موضح لكم ثم طمست خانة في كل عدد كما هو في الشكل الأدنى ما هو مجموع الخانتين المطموستين؟ مثل هالأسئلة على طول اكتبيها بشكل عمودي ثلاثة هذا يعني نفس الرقم؟ لا يقول ما هو مجموع الخانتين المطموستين؟ لو نفس العدد قاله ما هو هذا العدد؟ واضح؟ يمكن يكونوا نفس العدد بس مو دائما مو بأكيد انه نفس العدد هو يقول اجمعي الرقمين اللي في الخانتين وأي إجابة تطلع لك الآن ثلاثة الأحد وهذه عشرات ناقص ناقص مين؟ اتنين عشرات صح؟ والأحد مفقودة ثلاثة بعدين طالع لي أنا الناتج خمسة وعشرون أبدى عادي عملية حسابية ثلاثة ناقص عدد يكون الناتج خمسة طيب لو أخدت أنا مثلا ثلاثة أو واحد أو صفر حبيباتي طرحي طرح ثلاثة مستحيل يكون ناقص عدد يكون الناتج خمسة إذا مستحيل إن الثلاثة بطرح منها عدد يكون خمسة إذا لازم أكون مين؟ استلفت صح؟ صح استلفت من الخانة المطموسة أنا بس ما أعرف هذي كم بس ليس تلفت منها؟ بيكون الثلاثة كم تصبح؟ ثلاثة عشر ثلاثة عشر الآن سهلة ثلاثة عشر ناقص عدد يكون الناتج خمسة من هو هذا العدد إذا شلتي منه؟ يكون الناتج خمسة ثمانية ثمانية ممتاز لو متأكدتي طيب نجي للخانة الثانية الخانة الثانية عدد ناقص اثنين يكون الناتج اثنين أربعة ثلاثة ثلاثة ليش ثلاثة؟ أستاذا علشان مو ثلاثة إذا استلفنا إذا يصير ثلاثة وبعدين تطرحنا طيب سارة أنت ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة رائعة ممتاز سارة عطتنا بس لمحة سارة قلت ليش يا قبل احنا مستلفين منه واحد وصار هذا هو ناتج الأربعة بعد مين؟ بعد الاستلاف صح؟ صح قبل الاستلاف بيكون كم؟ خمسة خمسة ممتازين رائعين الآن أجي أجمع خمسة والثمانية كم يصبح الناتج؟ خمسة عشر، ثلاثة عشر ثلاثة عشر أي وممتازين سارة فهمتي؟ استاذا الآن لو جيت استلفتي صاره أربعة أربعة ناقص اثنين اثنين الشكل السؤال ستة أيضا بسيط وسهل يقول نجمة صنعت من مربع وأربعة مثلثات متطابقة الأضلاء المثلث قصد متطابق الأضلاء والمربع أكيد متطابق أضلاء إذا علمت أن محيط عارفين ما معنى كلمة محيط؟ عارفين ما هو المحيط؟ ها؟ يعني زوايا المربع مجموع أضلاء المربع مجموع أضلاء يعني الظلع هذا زائد طول الظلع زائد طول الظلع الثاني والثالث والرابع مجموع أضلاء المربع هو المحيط يساوي ستة وثلاثين فما محيط النجمة؟ الآن قال لي أنا محيط المربع ستة وثلاثين صح السؤال يقول كيف أحسب محيط النجمة يعني هذا اللي بالخط الأزرق اللي أنا أرسم كيف أعرف أن أحسب هذا المحيط ها يلا راما أقسم على أربعة وأضربه في ثلاثة صح كيف عرفت أن أقسم على أربعة كم ظل على المربع لأن المربع عنده أربعة أصلاح أيوة ممتاز لأن مجموعة الظلع الأول الظلع الأول لحظة بس الظلع الأول زائد الظلع الثاني مثلا لو قلت هذا الظلع الأول زائد الظلع الثاني ألف با زائد جيم زائد دال هذا طول الظلع الأول طول الظلع الثاني طول الظلع الثالث طول الظلع الرابع يساوي 36 طيب إذا عرفت أنا كلهم نفس الطول ممكننا نضرب أربعة ضرب طول الظلع يساوي المحيط ما أخذنا هذا القانون إلا معلم طيب خلاص الحين من الأدد إذا ضربت بأربعة طرعك 36 9 9 إذن طول ظلع المربع يساوي 9 إذن لو قلت هذا رمز ولام اللي هو طول الظلع المربع يساوي 9 سنتيمتر أريد حساب الآن محيط النجمة قال لك النجمة أضلاعها متطابقة يعني المثلث عفوا المثلث أضلاعه متطابقة وعرفت طول واحد من الأضلاع اللي هو 9 إذن الظلعين الآخرين كلهم أطوالهم 9 إذن هنا عندي 9 9 هل أحسب البرتقالي أحسب معنى البرتقالي لا ما نحسب البرتقالي ليش لأنه طلب محيط النجمة لأنه حسب محيط النجمة يعني المسافة حوالين النجمة وليس داخل النجمة فحسبنا فقط أضلاع هذه النجمة كم مرة تكررت التسعة واحد 8 4 5 6 7 8 إذن أضرب 8 ضرب 9 كم يساوي 2 72 72 72 وبس أقدر أجمع بس اختصارا للوقت دائما الضرب يسهل لي شوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده أيضا حليناه سابقا ما يبغى أبدا تفكير فقط حليناه سابقا ايه أنا عارفة أنه حليناه لأن الحضور مو دائما يكونوا متواجدين فالصورة عدنا يظهر تقويم لأحد الأشهر للأسف الحبر سكف على التقويم وغطأ أغلب المعلومات في ما هو اليوم الذي يوافق الخامس والعشرون من هذا الشهر أساسا واضح الواحد والاثنين والثلاث حتى السبعة واضحة فلو كملت بعد السبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 إلين أوقف ليني 25 وعشرين وممكن تطرب طريقة ثانية بس هذه أسهل طريقة ممكن أحل مثل هذه الأسئلة 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 أي يوم 1 السبت 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 يوم السبت أقدر أقدر أني مثلاً واحد لأن الأربعة بعد الأربعة الثانية يزيد ثمانية يعني سبع أيام فيكون ثمانية بس لا أسهل لكم هذه الطريقة مثل هذه أسهل نشوف السؤال لي بعده كم عدد المرات التي نحتاجها هذه بس يريدك شوي التفكير كم عدد المرات التي نحتاجها لرمي مكعب متجانس عارفين مكعب الأرقام في من 1 إلى 6 لنصبح متأكدين من ظهور أحد القيم مرتين على الأقل وما قال كل القيم قال واحدة من القيم متأتأكد أنها مرتين أقل شي طالع أقل شي ممكن تكون أكثر من مرتين لكن أقل شي تكون طلعت مرتين واحدة منهم أنها تكون طلعت مرتين هل لازم أرمي المكعب خمس مرات أو 6 مرات أو 7 مرات أو 12 مرة أو 18 مرة فهمت السؤال 6 مرات 6 مرات الرسيل تقول 6 في أحد عنده إجابة ثانية 12 12 طيب في أحد ثاني عشان نشوف نفسر كل إجابة سبعة شارد عالج سبعة سبعة أنا ريم تقول 18 طيب الحن نشوف الآن مكعب الأرقام في واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة في ستة أرقام لو رميت كل مرة مرة الأولى مثلا طلع لي ثلاثة المرة الثانية طلع لي اثنين المرة الثالثة طلع لي مثلا الخمسة المرة الرابعة طلع لي مثلا واحد الخمسة طلع لي مثلا ستة السادسة مثلا طلعت لي ثلاثة سبعة خلاص المرة السابعة أكيد بيتكرر واحد من هذه الأرقام صح صح إذن يجب علي عشان يظهر لي واحدة من القيم أقل شيء مرتين هي ممكن تكون كلهم ثلاثة ممكن تكون كلهم أربعة وخمسة بس أكون متأكدة أنه ظهر لي أقل شيء أنه مرتين واحدة من القيم لازم أرمي للمكعب سبع مرات سبع مرات سبع مرات واضح ليش سبعة واضح سبعة سؤال هذا أيضا كان عندنا سؤال مشابه له خد نشوف يقول في الشكل يوم في الثلاث مربعات طول ظلع المربع تذكرون اللي فيه أسهم السؤال أيضا يعني مشابه لطريقة الحل طول ظلع المربع الأصغر يساوي ستة سنتيمتر المربع الأصغر هذا أصغر مربع طول ظلعه هذا كامل ستة سنتيمتر ما هو طول ظلع المربع الأكبر مطلوب أن أتضلع هذا ما أعرفه كيف أجيب أذاكر لي هنا شوفوا المسافة هذي اثنين نضرب ستة اثنين ليش ستة اثنين أضرب الطوال أضلاع أنا ما أبغى نجمع ستة ازار اثنين عشان يطلع طول الظلع الكبير الظلع الكبير لا الأوسط أيام متاز الحين أنا أبغى أعرف هذه طول الظلع هذا طول الظلع المربع الأوسط أنا ما أعرف إلا طول الظلع المربع الصغير الصغير ستة سانتي وفي زيادة من هنا اثنين ستة زائد اثنين كم يصنع؟ اثنين ستة زائد اثنين ثمانية 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 طول الظلع المربع الأوسط ثمانية ثمانية إذن هذا طول الظلع المربع متطابقة هل أروح أحسك طول المربع الصغير كامل؟ ستة زائد زائد كامل؟ لن نخلص أستاذة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زائد يعني ثمانية زائد أربعة لاحظة حبيباتي الحين هذا المربع لحظة غير اللون بايسط المربع الصغير المربع الصغير طول الظلعه ستة لكن المربع الكبير ينتهي هنا أنا قسمتنا أيوا كم يصبح؟ ثمانية زائد كام طول الظلع الكبير؟ زائد أربعة زائد الأربعة من وين جمنا الأربعة؟ من الصغير من قصة من الصغير فيكون الناتج ما سمعتين؟ 12 ما سمعتك أسفل يساوي 12 سنتيمترا إذا الإجابة تزانا قلت ما سمعتك الله إذا المربع الكبير يساوي 12 20 سنتيمترا صح مثل هالأسئلة الآن أبدا أبدا ما يحتاج إلا أنك تجربين وتفكرين شوي يقول في الشكل التالي دوائر تمثل مصابيح موصلة بمصابيح أخرى بعدها نشارح لك يقول في البداية جميع المصابيح مطفئة يعني كل دائرة من هذه الدوائر مصابيح مطفئة إذا لمست أحد المصابيح فإن هذا المصابيح والمصابيح المجاورة هو تشتغل يعني فرضا أنا لمست هذا المصابيح فالمصابيح مين اللي مرتبط معه؟ المصابيحين هذولي رح يشتغلون فهمتوا؟ نكمل السؤال يقول مصابيحان متجاوران إذا كان هناك قطعة مستقمة بينهما يعني هذه الخط السؤال يقول كم أقل عدد من المصابيح التي يجب علي لمسها لكي تشتغل جميع المصابيح أبي أقل حركات أسويها بحيث أن المصابيح جميعها تعمل بأقل عدد واحد مرة لا ما أبغى إجابة جربوا جربوا مرة واحد مرة رسيل تقولي واحد خير خليك معي رسيل مع أنه رسيل قالت واحد أساساً الواحد مين مع الإجابات يعني على طول أستبعدها أستاذا ناري مين مع الإجابات أستاذا أستاذا أربعة أستاذا أربعة سي إلاف إلاف أستاذا فنين إي ممكن شوي حبيباتي شوي بس إلاف جوابتي أربعة إي أربعة أستاذا أستاذا برقم المصابيح برقم المصابيح وقلوا لي أنتم الأرقام اللي ممكن ألمسها وتشغلي أقل عدد من ستة ثلاثة إجابة طيب أشوف إلاف ما نقلت أربعة يلا يا إلاف وين المصابيح اللي أشغلها أي رقم أستاذا اسمي لانا بس معلق معي بالحساب طيب لا يلا يلا ستة 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 مصابيح ألمسها عشان تشتغل كلها عند رقم ستة أول شيء أشغل ستة ألمس ستة طيب إذا لمست ستة رح يشتغل سبعة ويشتغل خمسة بعدين 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 بتشتغل على واحد ألمس واحد إيه بتشتغل بتشتغل وعيب ويشتغل ثمانية والاثنين بعدين والاثنين والأربع والثلاث والثلاثة كده كده بيمسكها كلها لا ما رح لأن الواحد ما يرتبط مع الثلاثة بخط مستخدم إيوه ممكن أن أريم يلا يريم ألمس واحد تلمسين واحد إيوه طيب رح يشتغل المصباح رقم اثنين وثمانية بعدين 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 ألمس أربعة أربعة رح يشتغل المصبح في الثلاثة فقط يبقى عندي ثلاث مصابيح ألمس ستة ستة عشان يشتغل خمسة وسبعة طيب هذه صارت ثلاث حركات في أحد عنده أقل من الحركات هذه في أحد عنده أقل من ثلاثة الحين لانك آخر واحد جاوبت ما أدري مين دي قلت في ثلاثة حركات الآن عرفت أن الأربعة والخمسة والستة خطأ طيب بقالنا الاثنين لازم أطلع هل في حركة حركتين تشتغلني جميع المصابيح ما ألمس ستة معلمة ثلاثة أنا عرفت في ثلاثة اثنين 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 هاي يا لانا كيف اثنين أو لي اثنين اثنين بتفتح المصباح ثلاثة وأربعة بعدين أربعة يعني ألمس المصباح ثلاثة لا اثنين اثنين ألمسه ويشتغل المصباح رقم واحد اثنين إذا لمستي شغلتي واحد وشغلتي ثلاثة وشغلتي أربعة طيب بعدين ألمس أي مصباح بعدين ألمس المصباح واحد ممكن أنه يجي على على ستة لا خلاص الواحد اشتعل اشتعل خلاص اشتغل من لمست اثنين ثمانية 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 ما يتصل إلا مع السبع ما يتصل إيه ما يتصل أربعة بثمانية أربعة اشتعل اشتغل خلاص إيه اللي عليه صح مشتعل الحين ترى قرمتي بعدين خمسة طيب للمستي خمسة بيشتغل ستة وسبعة فقط ويجب عليه أن ألمس ثمانية يصير ثلاث حركات أنا أريد ثنتين ألمس مين يشغلي الباقي كله ثلاثة ثلاثة رقم ثلاثة يشغلي يطل الثلاثة مشتعلة خلاص اللي عليها صح برتقالي اشتعلت إحنا لمسنا اثنين وشغلنا ثلاث مصابيح ثلاثة سبعة ايه ويا رسيل ممتاز هذا صح إذن لمستي سبعة رح يشتعل المصباح رقم ستة لأنه متصل بخط مستقيم معه رح يشتغل المصباح رقم خمسة ورقم ثمانية إذن بحركتين فقط ماريمة سمحي لي أطلع عن ديار نعم ريم سمحي لي أطلع عشان ندار طيب يا تفضل السؤال هذا أيضا تكرر كثير بس بأشكال أخرى يقول في أي من المربعات الأربعة التالية تكون نسبة المنطقة السوداء أكبر الإجابات يقول A B C D كلها متساوية قبل نفس هذه الأسئلة ما يصلح أني أروح على طول الإجابات لازم أنا أشوف مثلا الشكل الأول الشكل الأول تقسيماته لاحظي كبيرة صح؟ نفس تقسيمات B صح؟ أيوة طيب لاحظي الجزء الملون يمثل ماذا؟ الربع الربع تقول لي مثلا اثنين على ثمانية لأن هنا واحد اثنين ثلاث أربع خمسة ستة يكون هنا سبعة وثمانية اثنين على ثمانية اللي هي ربع لبسطنا الكسر ربع خلاص؟ طيب خلنشوف الجزء هذا أيضا اثنين على ثمانية ربع اللي يساوي ربع إذا شفتي هنا ربع وهنا ربع وهنا من الإجابات ما ذكر إن شكلين متساويين بعرف الإجابة بس أحيانا يقول لك A, B أو C, D بتكمل لكم أثبتها على الإجابة نجي للشكل الـ C مقسم الشكل إلى كم جزء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهنا ثمانية بيكون أربع أربع على ستة اثنين من ستة اثنين من ستة اثنين لا مو اثنين هذي هذي في خط هنا مستقيم بيكون أربع على ستة عش ايه أربع اللي هو يساوي ايه ربع بعد التبسيط أيضا هنا أربع على ستة عش وتساوي ربع إذن جميع الأشكال متساوية المنطقة السوداء متساوية واضح؟ عارفين ليش متساوية؟ ايه واضح ستة ايه فهنت واضح ايه معلومة أيوة هذا السؤال هذا السؤال ممكن واحدة تقول شلون أحل مثل هالأسئلة دائما تتبعي الأسهم يقول تسع سيارات وصلت لتقاطع طرق ومن ثم يكملون السير كما تشير الأسهم على كل منهم كما في الشكل أي السؤال يقول أي مما يلي سيمثل وضع السيارات بعد أن تتجاوز التقاطع التقاطع اللي هو هذا وهي ستسير باتجاه الأسهم رسم لي الأشكال السيارات بعد الأسهم أنت لا تشوفين أبداً الخيارات أنت يرسمي لك رسمة يعني الحين بيكون عندك الشكل شمات الأخبطين بيكون نفس هاي الآن السيارة هاي بنبدأ فيها وين بتروح بأي اتجاه إلى الأس اللي هي هذا السحة صح 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 طيب إذن هاي خلاص عرفنا طيب السهم هذا أيضاً إلى اليسارة أو الأس الأس إلى التحت تقوم مع هاي السيارة طيب السيارة هاي كمان بتروح هنا بيكون نفسهم طيب نجي للسيارة اللي هنا يمين بتروح لليمين يمين السيارة اللي تحتها بتكون بأي اتجاه يسار أيوة ممتاز نجي لإستهم هذا والسهم هذا كلهم السيارتين هذالي بنفس الاتجاه يمين يمين بقال السيارة هذي وين بتكون اليمين اليمين ويسيارة هذي بأي بأي هنا من اللي نفس بسمتنا أي شكل صغر بي هنا أربع سيارات سيارة سيارة ثلاثة بي تكون البي ممتاز البي هذي نستبعدها أساساً هنا حط لي خمس سيارات على طول السيارات اللي هنا ثنتين هنا ثنتين هنا لا هنا ثلاثة دي نفس الشي خطأ والإ نفس الشي خطأ هي أسئلة واضحة هذا السؤال أيضاً يعتمد على العمليات الحسابية البسيطة حتى أسهل عمليات كل بقعة في الشكل تغطي عدداً من الأعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أكاتب لك و ولا أو 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 يعني ممكن واحد من هالأرقام فقط يعني ما روح أقول لي سبعة أو ثمانية لأن عندي أنا أربع بقعة إذن في أربع أرقام من هالأرقام هذه موجودة هنا بحيث بحيث يكون حساب العمليات في كل اتجاه سهم صحيح ما هو العدد المغطى بالنجمة سأل فقط عن هذا العدد الآن أقسم في عدد إذا قسمتي شوفوا بمشي عاك سلينا آخر إذا قسمتي طلع لك على عدد يقلعك ثمانية من هالأعداد هذه مين تضربون أو لو تجمعون أنا عادي بس أنا أسهل دائما أفكر باللي كذا بالطريق هذا طيب الثمانية ما رح تنتجلي إلا من من إيش وإيش هذا ممكن أجاوب هذا ممكن أجاوب أنا لان ننظر بربا السادة ستعاش قسمة ستعاش قسمة اثنين يساوي ثمانية طيب هل أنا عندي ستة عشر الحين الأعداد اللي عندي واضحة اللي بيطلع لي ثمانية مين ومين بس مستحيل يطلع لي أعداد زوجية ثنين أو أربعة أيوة هذا هو مسهل لي لأنه أعطاني أعداد ما فيه للأثنين والأربعة طيب وقال لي إن العدد اللي هنا مضروب في عدد قبل أهمتوا أربعة قسمة أربعة 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 أثنين أيوة يعني أضرب طيب وين بيكون الأربعة وين بيكون الأثنين ليش لأنه مرتبط مع السهم الثاني زائد أربعة أربعة زائد رقم ناقص واحد يساوي خمسة خمسة ممتازين لأن أربعة زائد خمسة كام يساوي تسعة تسعة ناقص واحد يساوي ثمانية فهمتوا إذن السهم أو اللقعة المغطعة بالنجمة هذه تختارين العجابة المطلوبة خمسة لا تروح تجمعين ولا شيء أيضا هذا السؤال جاء بعام 2020 وحلينا السؤال يقول أيهما تقول الحقيقة أو وحدة صادقة أو الثانية كاذبة هذا نفسه منطق يقول في الشكل الأدنى يوجد أسد خلف أحد الأبواب الثلاثة هذه حقيقة قالها لي أنه في أسد خلف واحد من هذه الأبواب على كل باب توجد عبارة واحدة فقط واحدة من هالعبارات الثلاث فقط صحيحة خلف أي باب سيكون الأسد موجود هذا هو السؤال الآن نشوف العبارات والمجموع العددين ثلاثة واثنين يساوي خمسة هل هذا الناتج صحيح هل هذه الحقيقة صحيحة هل هذه العبارة صحيحة نعم 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 إذن هذه العبارة صحيحة ثلاثة زائد اثنين خمسة صحيحة طيب هو قال فقط عبارة واحدة صحيحة إذن العبارة ثانيات كلهم خاطئة إذن هذه خاطئة أو هذه خاطئة طيب نشوف العبارة الأولى يقول الأسد خلف هذا الباب هذه خاطئة إذن هل بيكون خلف الباب هذا لا طيب هذه العبارة تقول الأسد ليس خلف هذا الباب وهي العبارة خاطئة إذن هو خاطئ إذن غلط غلط هل بيكون ثلاثة 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 فهموني شوي الحقيقة ما لها علاقة بوجود الأسد شيئين مختلفين أو مفترقين يقول هذه ثلاثة أبواب عليها ثلاث عبارات تكلم أول شي عن العبارات وقال وحدة منهم صح هذه صح العبارة خلص خلصنا منها العبارة هذه خاطئة وهذه خاطئة بس وش العبارة اللي هنا تقول الأسد خلف هذا الباب طيب إذا عكستيها ليس خلف الباب الأسد صح لأن عكس هذه العبارة صحيح الأسد ليس خلف هذا الباب إذن مستحيل رح يكون موجود هنا نشوف هذه العبارة يقول الأسد ليس خلف هذا الباب وهي خاطئة إذن الأسد بيكون موجود خلف الباب الأول ممتاز خلف الباب اعكسيها لأن هذه خطأ فهمت ليش أنه خلف الباب الأول يعني الباب هذا أبدا ما له أي علاقة فقط تموي أيضا هذا السؤال يعتمد على تفكير منطقي فقط يقول بنتان سلمة ونورة وثلاثة أولاد سلطان صادق عبد الله يلعبون جميع لعبة رمي الكرة عندما تكون الكرة لدى بنت فإنها ترميها للبنت الأخرى الهميل زميلتها لأنهم مثنتين هم أو تقدر ترميها إلى ولد تستطيع رميها إلى ولد ممكن ترميها للبنت الأخرى ممكن ترميها إلى ولد لكن عندما تكون الكرة عند ولد فإنه لا يرميها إلا لولد آخر فهمتوا البنت تستطيع رميها الولد والبنت والولد لا يستطيع رميها إلا لولد لكن وش فيه صفة هذا الولد إن الولد اللي رمع له الكرة ما يروح يرجعها يعطيها ولد ثاني فإنه يرميها لولد آخر لكن ليس للولد الذي استلم منه الكرة فهمتوا طيب السؤال ترك لهذه معلومات الآن السؤال يقول نحتاج نرسم صورة ممكن ممكن من الخيارات بدأت سلمة برمي الكرة لمين سلطان الآن السؤال يقول من سيرمي ما قال من اللي بيستلم قال من سيرمي الكرة في المرة أو للرمية الخامسة الخامسة طيب الحين أنا مكتوبة الأسماء كلهم موجودين تحت من الخيارات ببدأ أحلها مكتوب على نفس السؤال إذن أول من رمى مين سلمة سلمة المين رمت سلطان السلطان سلمة رمتها السلطان طهير هذه أول رمية سلطان رح يرميها المين صادق نورة عبد الله صادق ممكن صادق وممكن واحدة ثانية تقول مين كلهم صح سواء أنت خططت أنك ترمين هل صادق أو العبد الله بيطلع إجابة صحيحة إذن برميها مثلا صادق هذه الرمية كام الثانية صادق ولد رح يرميها المين هل بيرجعها السلطان لا لا ما يصلح لازم يرميها الولد مو الولد اللي عطاهها إياه رح يرمي المين عبد الله العبد الله هذه الرمية كام الثالثة صادق صادق لده صادق طيب هذه الرمية الثالثة بنكمل الآن عبد الله توصلت له الكرة رح يرميها المين النورة لا الولد سيعطي بنت سلطان يرميها لسلطان أيها ممتاز سيرميها لسلطان بيرجعها السلطان مرة ثانية الرمية الرابعة عبد الله رماها المين بالسلطان 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 طيب المرة الخامسة من اللي رح يرمي الحين صادق سلطان سلطان سيرمي لصادق هذه الرمية الخامسة إذن من سيرمي الكرة في الرمية الخامسة سلطان سلطان كل بساطة حلين السؤال السؤال هذا جدا بسيط بس أيضا تركيز يريد خالد كتابة عدد في كل خلية من خلايا المثلث هذا المثلث الكبير جواة مثلثات إذا جمعنا أي عددين في خليتين متجاورتين بظل بظل فإن المجموع يجب أن يكون نفسه في كل مرة شمعنا متجاورتين بظل يعني هذا المثلث مثلا وهذا المثلث متجاورين بظل بينهم ظل لكن مثلا هذول المثلثين هذول المتجاورين بإيش؟ برأس هذه ما علي منها هو يتكلم عن هذه الأشياء المثلثين المتجاورين بظل يقول إذا جمعتيهم مثلا هنا بيكون اثنين هنا اثنين كل أضلاع المثلث المتجاورة بظل تكون لها المجموع نفسه إذا علمتي أن خالد أدخل عددين مسبقا كما هو موضح في الشكل ما هو مجموع الأعداد في جميع الخلايا نحن بنشوف الأعداد اللي دخلها هنا ثلاثة وهنا اثنين ها نحن بنحف جنب الثنين ستة ستة هنا ايو طيب جنب الثلاثة او شو السمو او اثنين هنا اثنين لا لا اربعة 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 ايو طيب لو جمعتي الأربعة مع الثلاثة سبعة وستة زائد اثنين ثمانية ما اطلعوا نفس بعض جمع ايه يقول إذا جمعتي جميع أضلاع المثلثات ترى بس ممكن سارة ممكن سارة هاي سارة سابق الثنين نكتب جنبها خمسة هنا ايه ايوة والثلاثة فضها اربعة هنا اربعة طيب طيب سبعة سبعة ايه سبعة لازم اكمل جميع الاجزاء طيب اللي بعد الخمسة بيكون كم استاذة جنب الثلاثة نكتب اثنين هنا طيب ثلاثة زائد اثنين خمسة ما اطلع لي نفسهم سبعة يلا انت قربت يوم قلت اثنين ثلاثة 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 شلون ثلاثة 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 زائد ثلاثة هنا ثلاثة يعني يستر ولا ما يصلح ما يصلح هو الان قرب لي مرة ثلاثة والاثنين هادي استاذة ممكن ريم هاي يا ريم احط جنب فوق فوق الثلاثة ايضا احط ثلاثة طيب وجنب اثنين احط اربعة طيب قصدك بيسر ستة طيب اضلاع الثانية لازم المثلاثات الثانية لازم اعبيها ايضا وتكون مجموعهم متساوي جنبها ثلاثة وين الثلاثة جنب الاربعة لا جنب الثلاثة هنا ثلاثة ايضا ثلاثة طيب ثلاثة زاد اربعة طلع لي سبعة ما طلع لي ستة لازم كلهم اذا جمعتهم يطلع لك الرقم اللي انتي اخترتي استاذ طيب استاذ اثنين ضرب اثنين واربعة حبيباتي فكروا شوي شوف السؤال فكري شوف وضع الثلاثة ووضع الاثنين احيانا هو كاتب لك الجواب بس كرري استاذ استاذ الثلاثة نكتب عندها اثنين ايوه وهنا وعند السلاء وعند السسم هنا ثنين هنا ثنين وهنا ثنين وهنا وجنب الثنين ثلاثة ايوه هنا بيكون اثنين اثنين هنا هنا ثلاثة ثلاثة هنا اثنين رائع ممتاز بس لو جتي جربتي بتقول شلون ها الحين هذا متجاور المثلث هذا والمثلث هذا مجموعهم كم خمسة الثلاثة هنا وهنا ثنين مجموعهم خمسة الثلاثة هادي والاثنين هادي خمسة هنا خمسة 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 كلهم مجموع اضراء لكون مجموعهم خمسة أجي الآن المطلوب إيش المطلوب إيش بالسؤال يقول ما مجموع جميع الأعداد في جميع خلايا كم اثنين عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني ستة ضرب اثنين اثناش الآن بعد الثلاثة كم ثلاثة عندي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة كم يساوي يساوي عشرين لا مو يساوي عشرين يساوي واحد وعشرين واحد وعشرون واحد وعشرون واضح؟ فاهمين السؤال؟ ايه معنا واضح يستاذ دائما ما نبحث عن الإجابة ممكن تكون واضحة قدامنا بس تحتاج أن نفكر فيها بالسؤال هذا يقول أرسل أحمد صورة أرسل أحمد إلى خمسة من أصدقائه في يوم ايش؟ الاثنين كل شخص سيستلم الصورة عليه ايش؟ أن يرسلها في اليوم التالي إلى اثنين من أصدقائه الذين لم يروا الصورة من قبل في أي يوم سيصبح الذين رأوا الصورة أكثر من مئة شخص مثل هالأسئلة على طول مباشرة قالك يوم الاثنين الاثنين أبدأي من بعده بيكون الثلثة الثلثة الأربعة الخميس الجمعة السبت والأحد الآن نبدأ خطوة بخطوة هو يوم الاثنين كم أعطاها؟ خمسة شخص يوم الثلثة الخمسة كل واحد منهم سيريها إلى كم من أصدقائه؟ اثنين يعني خمسة اثنين 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 عشرة عشرة طيب العشرة كل واحد منهم سيريها كم اثنين من أصدقائه أصدقائهم كم بيكونون يوم الأربعة؟ عشرين عشرين طيب خلنا جمع الحين اللي شاهدوا الصورة خمسة وعشرة وعشرين كم أصبح مجموعهم؟ خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين إلى الآن ما توصلنا للمية نجي يوم الخميس العشرين كل واحد سيريها إلى شخصين من أصدقائهم سيصبح كم؟ يصبح ثلاثين أربعين أربعون فاز أربعين ليش ثلاثين؟ عشرين ضرب اثنين صح؟ أو عشرين زائد عشرين الجمعة رح يكون كام؟ ستين ستين ليش ستين؟ مو بالأربعين كل واحد خمسة وثلاثين ثمانين 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 طيب خلنا جمع الحين خمسة وعشرين قلنا هذي كام؟ خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين واربعين خمسة وسبعين خمسة وسبعين ما وصلنا للمية إذن الجمعة كام؟ بنزيد معها ثمانين خمسة وثمانية زائد سبعة سوي خمسة وخمسة وخمسين إذن وصلوا مية وخمسة وخمسين شخصاً اللي شهدوا الصور إذن متى في أي يوم؟ يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة مثل هذا السؤال كثير بنات لخبطوا فيه يحسبون في أي يوم كان عدد المرسلين أكثر وحطوا يوم السبت لأنه بيوم السبت بيكون كان مية وستين صح؟ اختاروا يوم السبت لا اقرأ بالسؤال يقول في أي يوم سيصبح الذين رأوا ما قال عدد المرسلين اليوم يكون أكثر من مئة لا ما فهمت السؤال مرة السؤال يقول في أي يوم سيصبح عدد الذين رأوا الصورة أكثر من مئة شخص لو كان الجواب المطلوب مية وستين يقول بيقولك بأي يوم بأي يوم وصل عدد المرسلين أكثر من مئة شخص ما بالذين رأوا الصورة يقول يحسب عبد الله العملية التالية مستخدما الحروف A B C D بقلنا دقيقتين بدلا من الأرقام الحروف المختلفة تمثل أرقاما مختلفة ما الرقم الذي يمثل أحرف B طيب قبل أحسب العمليات اثنين 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 الحرف يمثل رقم مختلف يعني السابق 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 سي أجرب أنا لانا يلا يرا السابق السابق أنا لانا عادي أجرب يلا لانا يلا دي تكون خمسة مثلا يلا دي تكون خمسة والسي تكون اثنين السي تكون اثنين والبي القصدي تكون ثلاثة لعن اثنين زادتها خمسة وهنا هنا ثلاثة وهنا اثنين طيب البي هو يسأل عن البي طب ما يصير صح ايه ما يصير ما يصير اذن ما يصلح فكر بشي ثاني شوفوا انتم الحين الاي والسي اذا جمعتيهم بيطلع لك عدد من خانتين صح استابق لانا خلص الوقت بس طح صح ايه سابق طيب انا الحين بعد عندي ايه وسي هنا لازم يكون الناتج ايش خانتين خانتين اذا مين اللي ما اثر علي البي صفر البي صفر ممتازين صفر فهمتوا ليش طيب اجيب لكم مثال لو كان هذا واحد واحد استنى بس يبين لها ايه لو كان واحد 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 السي مثلا قلت خمسة والاي ستة هنا صفر صفر هنا ستة وهنا خمسة جمعتيهم خمسة زائد ستة احدى عشر الواحد ينزل خمسة زائد ستة احدى عشر ما طلع لك الا الا استاذ صح الا او في واحد تقول هنا ثلاثة و مثلا ثمانية ثلاثة ثمانية وثلاثة نفس الشاي بيطلعك واضح صلنا سؤال ثمنطعش انتهينا يا حلوات من التدريب اليوم ان شاء الله سنكمل التدريبات بعد الاختبارات النهائية سنتوقف الآن ويكون استئناف التدريب من بداية الاسبوع الاول من الترم الثالث بإذن الله